اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الكلمة القانونية التي هي كلمة من كلمات الدولة الحديثة على وجه التحديد ويراد بالدستور الوثيقة القانونية المرجعية العليا لنظام الدولة في مؤسساتها وفي علاقات بعض اهل الدولة ببعض وهي علاقة تعاقد مع المواطنين والمواطنات ولكل دولة دستورها ومنها الدول العربية والإسلامية والدستور بالإضافة إلى ذلك يمثل موضع جدل كثير في عالمنا المعاصر في علاقته بالشريعة هل الدستور والشريعة بمعنى متقابل أو بمعنى متداخل أو بمعنى متضارب هذه الجدليات التي تجري في واقع المعاصر لابد لها من تحقيق علمي يجعل الدستور في مجاله ويجعل الشريعة في مجالها بل إن الدستور قورن بالقرآن الكريم في بعض أنظار أهل الفكر والرأي وفرق كبير بين القرآن والدستور القرآن هو كلام الله والدستور كلام البشر القرآن هو لشعب والقرآن للإنسانية جميعا هدل المتقين هدل الناس الدستور هو هداية الله عز وجل القرآن هداية الله والدستور هو إطار مرجعي النظامي الدستور كذلك يتغير ويتبدل والقرآن لا يتغير ولا يتبدل لا تبديل لكلمات الله لا مبدل لكلماته القرآن الكريم يتعبد الله بتلاوته والدستور لا يقرأ على الأموات ولا يقرأ في الصلوات وإنما هو بناء فكري قانوني مرجعي يؤسس لنمط نظام وعلاقات بين المسئولين والشعب والمؤسسات وفيه مبادئ وفصول وما إلى ذلك الذي نعمل من أجل تحقيقه تحقيقا علميا وأيضا تحقيقا فعليا في واقع الناس أن تكون الدستير المعتمدة في الدول العربية والإسلامية والدول العالمية أن تكون هذه الدستير حافظة للشريعة بالنسبة إلى المسلمين على الأقل أن تكون حافظة كذلك لحرمات البشر وحقوق الإنسان وأن تكون هذه الدستير دستير تنمية وعدالة ورخاء وازدهار لا أن تكون هذه الدستير مجرد وثائق لا آثر عمليا لها وإنما هي فقط تؤول بحسب الأهواء وتطبق على حسب الأجواء الدستور في المدينة أو وثيقة المدينة كما أسمائها كثير من المحققين وأذكر أن أحد الباحثين تناول وثيقة المدينة في دراسة جامعية في إطروحة دكتوراة بجامعة الزيتون وقد طبعت هذه الرسالة في وزارة الأوقاف بدولة قطر في مركز الدراسات الإسلامية وثيقة المدينة وهي وثيقة صحيحة مبثوثة في كتب السنة والسيرة وأبرز ذلك ما ذكره ابن إسحاق وما جاء منثورا في مواضع كثيرة من كتب السنة والسيرة هذه الوثيقة أو وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة أو دستور المدينة ولا مشاحة في الاصطلاح والعبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني كما يقول علماء القواعد هذا الدستور المدني إنما هو إطار شرعي نبوي إسلامي لتنظيم شأن الدولة الإسلامية الأولى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فصول وفيه محتوى وفيه نظام وعلاقات ينظم علاقة مكونات المدينة من القبائل والعشائر ومن العرب والمسلمين والمهاجرين والأنصار وكذلك اليهود والمشركين والأعراب جميع مكونات المدينة إنما هم جمع بشري على أرض جغرافية بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وبإمامة المعصوم عليه الصلاة والسلام وقد تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة بوصفه إماماً بوصفه قائداً سياسياً على مستوى الدولة وعلى مستوى تسهيرها وتنظيم شأنها وهذا كله معلوم في هذه الوثيقة وفي مضان العلاقة بين الحاكم والمحكوم ومضان الدولة ومضان المؤسسات والمصلحة العامة هذه المضان المذكورة في الروايات وفي الأخبار وكذلك المذكورة في القرآن الكريم على مستوى المبادئ والقواعد ومن مبادئ الدولة والدستور مبدأ العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومبدأ الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ومبدأ الشورى الذي هو التداول في الرأي والنوقف والقرار وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر نحن اخترنا هذه الحلقة كما اخترنا الحلقات الماضية لنربط بين السيرة النبوية في سرديتها ومعلوماتها وفيما تضمنته حقيقة من أفعال وأحداث وأخبار أن نربط بين هذه السيرة الشريفة وبين واقع الأمة ومن واقع الأمة القضية الدستورية أو فكرة الدستورية أختم بالقول إن وثيقتنا الدستورية في المدينة وثيقة جديرة بالاعتبار العالمي في دوائر الحقوق والقوانين ومنظمات المجالس النيابية والمنظمات الحقوقية ولكن هذه الوثيقة ضامرة في العالم كله ولو كان غير المسلمين قد اكتسبوا هذه الوثيقة لعرفوا العالم بها لأنها وثيقة تأسيس لنظام الدولة باجتهاد ونص وقيم وأخلاق ولأنها كذلك تعتني بالمقولة الدستورية من حيث كونها مقولة سياسية واجتماعية وحضارية تتأسس على أساس التعاقد والكرامة وعلى أساس الإصلاح وإرادة الله عز وجل في تعمير هذه الدنيا ومصلحة الإنسان في هذه الدنيا وسعادته في الآخرة في نقاشنا لهذه الحلقة نبدأ بكلمة ومناقشة أو إفادة وإضافة الشيخ الكريم الشيخ محمد الحسن فأله الكلمة فضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ليس بدعا ولا بدعة أن يكون العمل المشترك محتاجا إلى وثيقة تنظمه إلى مرجع يرجع الناس إليه عند الاختلاف لأن الاختلاف لا بد أن يقع عند تفاوت العقول والثقافات وعند تفاوت أنواع الناس والوثيقة النبوية التي صدرت في المدينة لم تتعرض لقضية الحاكم ومراقبته ونصبه وعزله وهي أمور أساسية في الدساتير الحديثة لأن الحاكم إذاك قد ودله الله جل جلاله وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو معصوم من الخطأ لا يحتاج إلى تقويم البشر له ولذلك احتاجت صحابته لما بعد إلى إضافات دستورية في كلامهم فما روي عن أمير المؤمنين عمر أنه قال لا يبقى وال على مصر أكثر من أربع سنين فإن كان عدلا من له الناس وإن كان جائرا فيك فيه من الجولة أربع سنين وقد أخرج أحمد في المسند من رواية عامر شعبي أن عمر أوصى أن لا يبقى له وال أكثر من سنة واحدة قال وأمهل الأشعرية أربع سنين فهذا تصرف دستوري من عمر إضافة دستورية بمثابة ما نسميه نحن الإعلان الدستوري الذي يكون مكملا لأمر نفسه نعم ثغرة أو نحو ذلك الدستور ومثل ذلك أيضا ما كان عليه رأي عمر رضي الله عنه أن لا يولي أحدا في عهد الصحابة إلا إذا كان صحابيا فكان الناس يعرفون الصحبة بولاية عمر من وله عمر فهذا دليل على أنه صحابي غير شخص واحد وهو كعب بن سور وله عمر على القضاء وهو ليس صحابيا بسبب نباهته وفهمه وفهمه كذلك من هذا حاجته من التقويم كما علن ذلك أبو بكر إني وليت عليكم ولست بخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله فلا طاعت لي عليكم وكونه محتاجا إلى تقويمهم إن أخطأت فقوموني وإن أصبت فأطيعوني وكذلك أيضا ما وصل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته في رجوعه من الصفين قال يا أهل العراق لقد عصيتموني حتى قال الناس من أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ووالله إني لجذيلها المحكك وعذيقها المرجب ولكن لا رأي لمن لا يطاع فأبدل الله خيرا منكم وأبدلكم شرا مني وحاجة الناس إلى مثل هذا أدت إلى كتابة العهود فيما بعد فأول من كتب عهدا بالوصية لمن بعده هو عبد الملك بن مروان فكتب عهدا وأدرج فيه أربعة من أولاده وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام على هذا الترتيب فلما وصلت إلى سليمان غير في هذا العهد فأدرج عمر بن عبد العزيز بين أولاد عبد الملك فكان الواسطة العقد بينهم ودأب الناس على ذلك في الدولة العباسية هارون رشيد كتب عهدا لثلاثة من أولاده وهم الأمين والمأمون والمؤتمن فمات المؤتمن في حياته واقتتل الأمين والمأمون فقتل الأمين بعد أن تولى الخلافة ووصلت الخلافة إلى شخص كان أقصاه من أولاده ولم يعطيه حكما وهو المعتصم وذلك أمل الله سبحانه وتعالى فكان الأهل كل زمان يحتاجون إلى أمور مرجعية يضعونها في هذا العقد الاجتماعي الذي ينظم شؤونهم وليس هذا مختصا بالدولة بل كل مؤسسة أيا كانت تحتاج إلى نظام أساسي هذا النظام الأساسي هو المرجع عند حصول الاختلاف وهو الذي ينظم ويحدد علاقاتها ولذلك يمكن أن يعرف بأنه الشكل الذي يتخذه كيان ما لتحديد العلاقة والامتباط بين أفراده لتنسيق الجهود وتحصيل المردود بأقل جهد مبذول وبهذا يكون تنظيما ومرجعية وثائقية لكل مؤسسة وفي الإسلام أول من كتب الأحكام وجعل لها ديوانا هو سليم بن عتر قاضي مصر في أيام عبد الملك في أنه عبد العزيز بن مروانة واليا على مصر حيث جاءه رجلان اختلفان فحكم بينهما فرجع إليه بعد فترة وأنكر الحكمة فصار له ديواني وقيده إلى أحكام حتى إذا تناكر الناس وجدوا مرجعا يرجعون إليه وهذه من إبداعاته وقد أشاد بها الحافظ بن حجل في كتابه رفع لإصر عن قضاة مصر الله يوفقنا وإياكم بكرم الشيخ محمد فضيلة الشيخ علي فضل بسم الله الرحمن الرحيم الدستور هو القواعد والمبادئ العامة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بين الإمام والأمة بين الشعب والرئيس ودائما الدستور ينظم المبادئ العامة والعلاقات العامة ولا يدخل ولا يخوض في غمار التفصيلات لأن التفصيلات هي من شأن القوانين القوانين أو الأنظمة لذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول هو أول من سنى دستورا في هذا المجال وهو وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة حيث تتضمن إثنتين وخمسين مادة جمعها أستاذ حميد الله رحمة الله عليه وبعد ذلك حقيقة حققها كثيم المحققين ومنهم فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم العمري حفظه الله هذه المواد حوالي 27 مادة تتعلق بتنظيم العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام وحاكم في المدينة وقائد المدينة وبين المسلمين من جانب وبين اليهود والمشركين الذين يعيشون في المدينة من جانب واحد ولما ننظر وبقية المواد هي تنظيم العلاقة بين داخل الأسرة يعني البيت المسلم من المهاجرين والأنصار وما أشبه ذلك فلذلك ينطبق عليه قول الدستور صحيح هو فعلا لم يتطرق إلى هذه المبادئ العامة الشاملة مسألة العدل والمساوات وما أشبه ذلك لأن هذه قضايا معروفة جدا ومطبقة ومنزلة من القرآن الكريم فلم يكون بحاجة إلى ذلك وسيدنا رسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم في هذا المجال هذه المواد حقيقة لما ننظر إليها هي تطبق فعلا ما يسمى بالحقوق المتقابلة يعني أعطى لليهود والمشركين الذين يعيشون حق الأمن والأمان وما أشبه ذلك وحرية الدين وكل شيء وحتى لم يكناك حتى جزية ولا شيء في ذلك الوقت وفي المقابل أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الدفاع عن المدينة والأمانة وعدم الخيانة وإلى آخره ولذلك حينما كانت أو حدثت غزوة الأحزاب واليهود نقضوا خانوا هذه الأمانة بذلك نقضوا هذا العهد الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم هم الذين نقضوا لأنهم تآمروا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحوا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هذا حقيقة بسبب جيش الأحزاب وكذلك الخوف من اليهود أن يفتحوا الأبواب ولكن الله سبحانه وتعالى سلم هذه حقيقة المواد الدستورية الموجودة بالمناسبة لم يسبق لمثلها أي دستور سوى دستور واحد وهو دستور الرومان الرومان حينما أقاموا دولتهم أنشوا دستورا ولكن هذا الدستور لم يقم على مبدأ المساواة فرقوا بين الرومانيين وبين غيرهم ومن هنا إطلاقوا كلمة الدستور على هذا حتى عند القانونين قال لا لأنه فيه عنصرية واضحة وفيها كذا بينما دستور الإسلامي هنا لم يستطرخ في قضايا الدين وما أشبه ذلك وإنما الحقوق والواجبات ولذلك جان جاك روسو بالمناسبة في كتابه نظرية العقد الاجتماعي يشير ويشيد بهذا الدستور يقول هذا تقريبا أول دستور يشيد بهذا الدستور ويبدو أنه تأثر بهذا في نظرية العقد الاجتماعي وأنا ربطت بين هذا لأن نظرية العقد الاجتماعي يقوم أو تقوم على أساس أقد الوكالة حقيقة أن الشعب أن موكل والحاكم وكيل والدستور أيضا نفس الشيء حقيقة يفهم منه تماما كما قال إمام الحرمين بأنه قائم على هذه العلاقة بين الموكل والوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لأمتنا العودة إلى هذا الدستور وإلى الدستور الذي يحققه الخير لأمتنا شكر الله لك شيخ علي الشيخ فضل يمكن أن ننطلق من كلام الشيخ وهو يمكن أن نسوه قاعدة وهي أن الحاكم وكيل والشعب أصيل فالأصيل هو الشعب وهو شيء تعاقدي بين الأمة المسلمة ليرعى مصالحها ودينها وهويتها وحقوقها ولذلك هو مشمول في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود لذلك لأنه عقد وليس كأي عقد إذا كان عقد الشركات عقد البيوع عقد كذا لا يجوز أن ينقضه طرف أو يحرفه طرف فكيف بالدستور وما نرى من تلاعب اليوم بالدساتير وقال الرئيس الفلان يغير قال الرئيس الفلان يعدل الرئيس لأجل تمديد أو لأجل حيال ونحو ذاك إذا كان عن توافق شعبي هذا لا شيء فيه لأن الأمر دائر مع المصلحة فالشريعة الإسلامية لم تحدد الشكل والوثيقة التي كانت في المدينة يمكن أن تسمى وثيقة يمكن أن تسمى دستورا لأن الدستور يمكن أن يكون عرفا وقد مشت دول عملاقة من غير نصوص دستورية ولكن بتعارف دبلوماسي ببروتكولات معينة لا يمكن أن تنقض وهي متعارف عليها وفي الشريعة الإسلامية قاعدة تقول العادة محكمة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذه الوثيقة التي تشكل وثيقة دستورية فإذا كانت على شكل عرف أو شكل وثيقة دستورية أو على شكل عهد الذي أشهر إليه الشيخ أو على أي شكل يتوافق عليه الشعب ليس لها شكل حتى يقول هل الشريعة الإسلامية لماذا الشريعة الإسلامية لم تأتي بهذه الدساتير هذه الدساتير الحديثة الشريعة منفتحة عليها شريعة الإسلامية مرنة واقعية منفتحة على أي شيء المهم هو حفظ الدين حفظ الهوية حفظ اللغة حفظ الحقوق حفظ الحريات ومن الدساتير انبثقت القوانين ولذلك نرى في الدولة العثمانية التشكيل القانوني تقنين الشريعة الشريعة واسعة جدا ولذلك في عام 1850 يعني شكلت اللجنة العثمانية الفقهية وصاغت الشريعة على شكل 1860 تقريبا مادة في المجلة العدلية ثم جاء بعد ذلك المجمع الفقهية مجلة الأحكام العدلية مجلة الأحكام ثم جاء بعد ذلك المجمع الفقهي المجمع الفقهي قرر اليوم تقنين الشريعة قبل يمكن 30 أو 40 سنة ثم تبعته قبل 20 سنة كثير من الهيئات اليوم ما يسمى بمعيارات الشريعة وقد اطلعت على كتاب حديث وهو تحويل قرارات المجامع الفقهية إلى قوانين هذا أمر صار جدا تقنين قرارات المجامع الفقهية يعني ليست المسألة من الكبار ولا من العظائم ولا من المعجزات هم لفيف من الفقهاء ولفيف من خبراء اللغة ولفيف من خبراء القانون ويستطيعون أن يستخرجوا من الشريعة ما يغطي احتياجات الأمة والعالم جميلة عبارة معيارة الأحكام أو معيارة القوانين فضل الشيخ عليك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حقيقة في فترة النبي صلى الله عليه وسلم انتقال للدولة فكان لابد من مرجعية في تنظيم العلاقات السياسية والاجتماعية والحقوق العامة وهنا الإسلام يسبق صبق عظيم لوجود حضارتين في تلك الفترة كانت الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية اللي غلب عليها الظلم والاستبداد وإذ بروح جديدة تسرى في العالم لها احترام في حقوق الإنسان لها احترام فيما طرحت مفاهيم جديدة في فكرة الأمة في فكرة المواطنة في فكرة الحقوق في فكرة الديانات حماية حق اليهود في عقائدهم في دينهم حقوقهم الاجتماعية حقوقهم الدفاعية عن المدينة نفسها فكان هذا الصبق حقيقي يعني من أمة كيف ما نقول نحن معروفة متخلفة في الركب الحضاري وبالتالي المرجعية التي جات بها تلك الأمة دليل على أنها مرجعية سماوية عظيمة ولهذا الفكر الدستوري اللي يخذوه في المدينة وانطلقوا به في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي الشمال الأفريقية كان له تأثير على الشعوب لأن الفكر الدستوري يمثل انعكاس المنهج الرباني في حياة الناس في انطلاقهم فتلك الجيوش كانت محكومة بقيم وبمبادئ وكيف ما قال الشيخ محمد نجد العقلية الخلفاء الراشدين عقلية تطورت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يفصلون بين الجانب المعصوم مقام النبوة لأن المرجعية في المدينة كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بيد الرسول صلى الله عليه وسلم والجميع يسلم له لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت وطائق أخرى تمثلت في تلك الوطائق في أشياء في خطب الخلفاء الراشدين إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأطيعوني وإن عصيت فقوموني مبدأ المراقبة مبدأ العزل مبدأ المتابعة حتى اختيار الحاكم لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وجعل أعلى هيئة دستورية في اختيار الحاكم فوضح ستة الستة اللي هم مرضي عنهم اجتهاد من سيدنا عمر إنهم هؤلاء بشهروا بالجنة وصار التنافس الداخلي وخرج سيدنا عثمان وسيدنا علي والتنازل وختمت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وضاه ففيها فقه سياسي هائل من حق حتى الصحابة يتنافسون على الحكم يعني سيدنا علي لم يتنازل العثمان وعثمان لم يتنازل العلي لأنه يروها قرب إلى الله سبحانه وتعالى وهنا عبد الرحمن بن عوف أشرف على العملية الانتخابية ففيه فقه السياسي تطور مع الزمن ومع الوقت إلى نهاية سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وضاه فيها قيم إنسانية علية وكبيرة يستأنس بها بالنموذج التطبيقي للقيم الدستورية التي تطورت مع العهد إلى نهاية سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضه علينا بعد مجيء الدولة الأموية دخلنا في مرحلة جديدة تختلف على مرحلة النبوة ومرحلة الخلافة الراشدة شكرا الشيخ علي وشكرا مرة أخرى لجميع المشايخ الكرام وشكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة في الدستور الذي نأمل أن يفعل في تعزيز إرادة الشعوب وهوية الأمة وتقدم البلدان انتلاقا من هدي القرآن والسنة والسيرة السلام عليكم تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز به الهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي ترجمة نانسي قنقر